طيب لو تكلمنا عن أخبار الدوري الممتاز نروح لنادي المنصورة اللي بيدخل مع أسقر مغلق غدا بإذن الله في المدينة الشباب العاشر من رمضان استعدادا لموجد سبورتينج الساعة المقبل في المباراة الفاصلة بينهم للصعود للدورة الربعية المؤهلة للدوري الممتاز سبورتينج مقدم فريق كويس جدا عروض طيبة جدا الدهلية الفريق البرتقالي فريق الاندية الجماهرية طبعا في يعني عاوز أقول حقا كل إحنا في الدورة عندنا برغم أن إحنا مقتنعين ومؤمنين بأن كرة القدم حتى الآن أصبحت صناعة صناعة كبيرة جدا لها حسابات كبيرة لكن لا غنى عن الاندية الجماهرية لا غنى عن وجود مثل هذه الاندية زي نادي المنصورة زمان كان فيه الترام وكان فيه البلاستيك كان فيه السكة الحديد منتخب السويس مش عاوز أن أنسى حد القلوم بالترام قلت في اسكندرية كان عندهم نادي الترسنة واحد من الاندية الجماهرية الكبيرة جدا فبالتالي غز المحلة من الاندية برضو الكبيرة فبالتالي وجود هذه الاندية صاحبة الشعبية الكبيرة في الدورة الممتاز مهمة جدا ولكن في الأخير لازم تصعد باجتهاد وبتعب ويشتغل على نفسه ويحط خطة يدر يبني عليها في الدورة الممتاز لم يحالف المنصورة الحظ من سنوات وكذلك الترسنة لم يحالفها الحظ من سنوات ولكن إن كان هناك نصيب اليوم فبالتالي الدورة الممتاز هيكون سعيد بوجود مثل هذه الاندية الجماهرية